قمة الرياض شكلت فرصة لعقد اللقاءات الثنائية بين القادة والزعمة لبحث العلاقات الثنائية وطرح الملفات والقضايا مع حل الاهتمام المشترك وقد التقى رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس ديبيتنو بنظيره الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اللقاء الذي جرى على أهم شيخ قمة الرياض أتاح الفرصة أمام الرئيسين لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات والقضايا وتبادل الرئيساني وجهات النظر حول جملة من القضايا الراهنة خاصة الوضع الأمني والسياسي وملف الهجرة في منطقة الساحل كما اتفق الرئيساني على ضرورة التقارب وتوحيد الرؤى حول القضايا المشتركة على المستوى الثنائي بين البلدين وعلى مستوى دول الساحل وخلال اللقاء أيضا شدد الرئيساني على أهمية التواصل والتشاور المستمر حول القضايا المصيرية وتفعيل التعاون الإيجابي بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الموريتاني والشادية